بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة المهداء يوم الحد بنبقى ضيوفكم في البيوت بنتكلم عن تفاصيل بيوتنا صحيح التفاصيل ساعات بتبقى فيها شوية غبار وشوية حاجات عايزين نمسحها وساعات حاجات كركيب عايزين نرتبها ونحطها في مكانها وساعات حاجات عايزين نتخلص منها ده اللي احنا استلحنا عليه لما بنحاول بقدر الامكان بنخلي البيوت اكثر رشد واكثر حكمة في حاجة كبيرة جدا 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 محدش يقدر ينكرها ان هي ظاهرة ضخمة احنا بنلاقيها في البيوت ويكاد يكون مفيش بيت بيخلو منها وهي بالمناسبة علامة من علامات عدم نضوج العلاقة الزوجية يعني لو عايز تعرف العلاقة نتجة او مش نتجة اكتر حاجة ممكن تشوف فيها نضوج العلاقة الزوجية من عدمها العناد او العناد لما تلاقي فيه العناد الزواجي اعرف ان العلاقة الزوجية مش نتجة مش نتجة يعني ايه يعني تحتاج أن نكتسب بعض المهارات اللي ممكن نبقى ننطقين بيها فيه كتير جدا 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 روجوا أن العلاقة الزوجية ما احنا لازم نعرف العناد ده جاي منين ما مش معقولة الزوجين بيقولوا كده الزوجين أول ما بيقولوا في المركز الرشاد الزوجي بيقولوا ليه أنا ما كنتش كده ما فيش زوجين بيتخلقوا بيحبوا العناد وما لقيه الحكاية الحكاية أن فيه بعض الناس أفسادوا العلاقة الزوجية على الناس لما حسسوهم أن العلاقة الزوجية بنجبونج خدوا هات ودي كارسة من أكثر الناس اللي بيسعوا على تأسيس أن العلاقة الزوجية بنجبونج الناس بتعطي التدين الكم هقول لكم ليه ساعات الرجالة عايزين العلاقة الزوجية بنجبونج خدوا هات عشان الراجل لما يحس أنه ما عندهوش حقوق يروح الجوز تاني آه ده حقيقة لازم نعترف في ده ويبقى إن الست لما بتكون بنته عنده يبقى عنده فرصة أنه هيروح يتجاوز تاني وهي لما هو ما يكونش بيكون حنين عليها وطيب وبيعاند معها تقول دي ما كانتش أخلاق حضرة النبي صلى الله عليه وسلم فالتدايون الكمي اللي بانى العلاقة الزوجية على الحقوق والواجبات وخضوهات العلاقة الزوجية مش بتبيني على الخضوهات على الحقوق والواجبات بالمناسبة الحقوق والواجبات مش خضوهات بالمناسبة أول حق من حقوق الزوجية هو حسن أشرة عشان تبقى الزواج كله مبني على الفضل مش على العدل لأن أصلا الزواج كان فضل من الله ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجة لتسكنوا إليها ويجعل بينكم مودة ورحمة أصلا الجواز فضل من الله وعشان كده كل طرف ما ينفعش يكون عايز يشوف مين هيكسب ومين هيستسلم ويبدأ كل واحد يستخدم السلطة بتاعته والأدوات اللي هو عنده عشان يدوس على التاني عشان يوصل للإيه؟ إلى إن الشخص الآخر يستسلم لا الجواز عكس كده خالص العكس التوافق وسعادة ومودة ورحمة وتقدر تسميه إعلان الحقوق والواجبات اللي هي اللي حدته لنا الشرع الشريف في أكبر ثلاث قيم أساسية السكينة والمواد ده والرحمة اللي عندي ده بقى لو موجود في بيوتنا من الزوج أو الزوجة فده أحد المؤشرات الأساسية على عدم نضوغ الطرفين مش طرف واحد ليه طيب أنا ما بعانيتش أنت لو ما بتعانيتش اللي عندي مش هيبقى موجود ليقول لي لأ هي اللي بتعاند فبيقدي ذلك إنه إيه؟ إنه يعاند كمان في ناس كده لو سألتوا لو حد أهن زوجتك في الشارع تعمل إيه؟ قال لي أنا راب يض وحد هين زوجت في الشارع ده أنا بعض التعبيرات أعطعه أعمل كذا ودي تعبيرات كلها عنيفة إيه اللي حاصل؟ فاسألوا أمه لو حد أهنها بقى في البيت هتعمل إيه؟ قال لي إزاي حد يهنها في البيت؟ أقول له يعني لو حد أهنها في البيت قال لي طبعا ما ينفعش حد يهنها في البيت ده بيتها مملكتها فيستغرب السؤال أوه؟ ومع إنه هو بس المسألة لازم يعرف إنه ممكن يهنها في البيت وممكن هي تهينه في البيت فبيبقى المسألة إن الشرع أسس على إن الأزة في البيوت أشد من أي أزة من أي حد تاني وعشان كده ممكن هو يجاوه بيقول ده عرضي ولحمي ودمي وأنا أقول له طيب لما هي عرضك ولحمك ودمك ليه ما بتريحهاش فيقول لي لما هي تريحني أبقى أنا هيريح أو أنا لو ريحتها فمين هيريحني وتبدأ لعبة البنج بونج مين اللي هيستسلم الأول وفي الحقيقة حتى لو طرف استسلم مش هيستسلم للطرف الآخر وهيستسلم لحاجة تانية هو يستسلم لليأس يستسلم أن العلاقة فسدت وباصد وخلاص أو يستسلم للتراكم اللي خلى العلاقة خلاص علاقة مش نفعة وإنه مفيش رجعة فييجي بعد كده وهم الاتنين حصلوا من الامتداء ويجي حد يستغرب أن الطرف الثاني ماكملش معاها اللعبة هنا بيكون الطرف الثاني عايز يتطلق وبيكون جاب أخره زي ما بيقولوا وإيه اللي حصل فلو افترضنا أن الست اللي هي عايزة تطلق بتقول أنا جبت أخري فيجبت أخرها ولكن ترجع إلى اللعبة وقد لا ترجع إلى البيت ترجع إلى اللعنات بس ما ترجعش إلى البيت في بعض الأحيان نلاقي أحد الطرفين بدأ يستورد المشاكل من بره ويحطها في البيت وكل طرف يحط بقى العقدة في المنشار علشان يبوز السيناريو بتاعت تاني فيظهر الطرف الآخر أنه لا يستحق أنه يعمله علشان العند يفضل مستمر العند ده ممكن نلاقيه نلاقي الطرفين بيستخدموا فيه كافة الأسلحة سواء الأولاد أو العلاقة الجنسية حتى العلاقة الخاصة أو الفلوس موضوع العلاقة الخاصة ده لما بيوصل أنه يستخدم كسلاح في الموضوع العند ده ممكن يوصل إلى درجة عالية الخطورة ويبدأ الرجل يقول لنا في الاستشارات أننا بحس أنها بتتقلق لما ما يكونش في علاقة وهنا بتكون الستة عايزة ترفع درجة العقوبة إلى أعلى درجة وفي بعض الأحيين الرجالة بيعملوا حاجة غير حكيمة وهو أنه يكون ضمن الزوجة ضمن الزوجة يعني إيه؟ يعني حاسس أنها تروح فين يعني فيهملها فيحصل إزاء وكذلك الزوجة فيكونوا الاتنين تكسعتها بيلعبوا بالنار لأنه إحنا مش هنقدر نستوعب النتائج اللي إحنا ممكن نوصل لها يا سادة الموضوع لسه مستمر وذلك عناخد فاصل ونرجع لكمله معاكم ونكمل تفاصيل الموضوع ونكمل كمان ونستقبل أسئلتكم ولكن بعد الفاصل رجعنا لحضراتكم ولسه مستمرين في الكلام اللي وكأنه لزق فينا من كتر العناد الكلام عن العناد الزواجي آه في بعض الأحيين الرجالة بيعملوا حاجات غير حكيمة مش الرجالة بس الرجالة والستات الرجل يكون ضمن الزوجة فيعمل إيه؟ فيبقى مهملها وبيعمل حاجات فيها أذية ليه طيب؟ لأنه هو متصور أن العناد اللي هو مهمله وفي نفس الوقت بيعاند بيعاند العناد اللي يأذيها فهينا بيبقى بيلعب بالنار لأنه هي الساعات ما بتفهمش الانفعالات دي وإيه اللي يحصل؟ فيحصل أن الرجل بسبب المسألة دي مش لأنه يلعب بالنار فيضطر يعقبها بالعلاقة الخاصة طب يعقبها بالعلاقة الخاصة ليه؟ أو هو يضغط عليها بالعلاقة الخاصة طب ليه؟ عشان هو شهواني؟ لا عشان ده احتياج عنده يشبه إلى حد كبير احتياجه للأمان فلو هي عقبته هو كمان يعقبها ليه هذا المستوى؟ ليه هذا المستوى؟ فإذا العناد ممكن يوصل لمستويات في غاية الخطور أنا كمان مش موافق على فكرة أن الجواز تضحية أن حد يضحي عشان التاني وكل اللي احنا بنسميه تضحية ده اسمه أدوات لاستمرار العلاقة ما اسموش تضحية لازم العلاقات يكون فيها كل واحد فينا بيقرب من التاني أن الإنسان يقرب من التاني ده مسموش نوع من أنواع إيه؟ نوع من أنواع التنازلات ولا التضحية حضرة النبي صلى الله عليه وسلم لما كان بيكلم السيدة عائشة باعتبارها زوجته ويسيب خالص أنه يكلمها باعتبارها باعتبارها أحد أتباعه باعتبارها مؤمنة بيه فيقولها إني إلا أعلم مات تكوني عني راضية ومات تكوني عني ساخطة اللي كان بيعمله رسول الله بيعلمنا إحنا إزاي نعمل في العلاقة اللي يحافظ على دا يمومتها وشوفوا كده إن العلد ممكن يوصل كمان إن إحنا نستخدم الأولاد فيبدأ يظهر الأولاد إن هم مش راضيين على أبوهم ومهم لأن بيحصل مواقف غريبة منهم هم مش عارفين إزاي يكونوا عقلاء أو أسكياء ويعملوا المواقف دي فيبدأ كمان الأولاد يدخلوا في معركة العناد فالأولاد كمان يبتدوا يتعلموا العناد من أبوهم ومهم فيبتدوا يرفضوا أبوهم ومهم وشفتوا العناد ممكن يوصل إيه أو ممكن الأباء والأمهات بقى يوصلوا في حد العناد يستخدموا بقى حاجة أسوأ من كده يستخدموا الرشوة المنزلية الأب يرشي الأولاد أو الأم ترشي الأولاد الأم ترشي الأولاد بعواطفها والأب يرشي الأولاد بإيه بالملوء الانفاق عليهم ويجيب لهم الحاجات اللي بتبنعها منهم أمهم في حال التربية والصورة تتشوى خارس وهناك ممارسات كتيرة جدا جدا في استغلال الأولاد في هذه المعركة السخيفة الناس اللي بتتعاند تحت دعوة إن كلمتي ما تنزلش أو إن قراري ما فوش راجعة حضرة النبي حضرة النبي صلى الله عليه وسلم علمنا إن ده مش مسلك رشيد لأن حضرة النبي قال من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأتي الذي هو خير وليكفر عن يمين فإيه يعني لما كلمتك تنزل وتجبر خاطر زوجتك هيحصل إيه آه هيتقال عليك يا سيدي جوز الست على فكرة أنت جوز الست صحيح أنت مش مش معاه في الحرام أنت جوز الست فعلا أنت جوزة جوزة يعني اللي أنت ربنا سبحانه وتعالى جعل خاطرها أمانة عندك ولعند عند المرأة ساعات بتستخدمه زي السلحفة إشرة أسية من برة لكن هي جوة من جوة رخوة وعشان كده بقول اللعنات دايما عند الست ليه أربع دوافع نقولهم بسرعة كده أول حاجة عايزة تفوق جوزة تاني حاجة عايزة تقفل علي الأبواب وفيما يلاقيش غير باب واحدة وباب الحنية والباب العطفة عليها ساعات بتصرخ عليها عشان هو بعيد وساعات عايزة إيه تبتدي حوار طب ما تعمل أي حاجة تانية غير العناد ولا عايزوا بالله إيه وما مبرو نفسي إن النفس الأمارة بالسوق النفس الأمارة بالسوق تضغط عليها عشان تعمل ده لكن حضرة النبي صلى الله عليه وسلم ما عانتش السيدة عائشة لما كسرت صحفة السيدة حفصة وإنما فهم ده وفع فقال غارت أمكم وانتهى الموقف فتفهم ده في السيدة عائشة لكن ما أقفش على الواحدة وعانت صلى الله عليه وسلم باب يو وأمه عشان يعلمنا الدرس طب إحنا عشان نتخلص من العناد محتاجين إيه؟ أول حاجة محتاجينها عشان نتخلص من العناد أنا عقول لك سوداسية كده نتخلص بيها من العناد أول حاجة عشان نتخلص بيها من العناد أول حاجة إيه هي؟ التوقف عن ملاحظة الأخطاء واعتبار الأخطاء دي موجهة مباشرة لي واعتبارها خطأ ممكن نصلحه مع بعض تاني حاجة الجلوس والتحدث دائما بس بكلام رشيد مش كلام عنيد يعني إيه بكلام رشيد؟ إن كل واحد فينا يتكلم مع التاني ويسمعه ويعرف دوافعه لأن في كتير من الأحيان العناد دي يجي منين؟ إن الشخص بيحس إن هو مهدد لأنه محدش بيسمع دوافعه فلازم نسمع بعض لأن الكلام العنيد ما سموهش حوار ولو بنتكلم كلام عنيد على طول لازم نروح لخبير يعلمنا إزاي نتكلم مع بعض عشان نتعلم التواصل للرحيم تالت حاجة لازم بشكل واضح بشكل واضح إن إحنا عندما يبدأ العناد نتوقف عن الحديث ونؤجل الحديث إلى وقت آخر نبدأ فيه الحوار ونكون متفقين إن إحنا نرجع له عارف زي التبريد كده وقف النار حاجة التالتة التدخل للحكيم إن إحنا في بعض الأحيين كل واحد على حدة إن يسأل مصدر حكمة بيسق فيه يقول له إزاي يتعامل مع الأينات يعني لما تيجي مرأة مثلا بتعاند فيقول له هي بتعاند يا سيدي عشان محتاجة تطبطب عليه لما تيجي تعاندك يا سيدي قلها اللي تؤمري بيه فتقول له خلاص بدل أنت شايف كده يبقى خلاص يعمل اللي أنت عايش إيه ده هو الرجل ده ساحر لا الرجل ده خبير فقال لك تعمل إيه وحضرت النبي عمل كده قال إني لأعلم متى تكوني عني رضي ومتى تكوني عني ساخطة إذا قلت لا ورب محمد كنت عني رضي وإذا قلت لا ورب إبراهيم كنت عني ساخطة كده خلاص عارفت إن حضرت النبي عارفها وفهمها وحاسس بيها فرح تقيل له إيه والله لا أهجر إلا اسمك يا رسول الله الله إيه ده مش كنت ساخطة لا ده أنت في القلب يا رسول الله يبقى ساعتها لما أسأل الخبير يبقى حاجة موامة حاجة خمسة بقى إن احنا لازم نعملها مفيش تهاون لازم نعالج الأخطاء ولازم يبقى فيه تغيير معالجة الأخطاء والتغيير هي اللي بتبشر الناس إن احنا العنات ده هينتهي لكن بلاش زي ما بقولوا جهة نردم وبلاش نحط التراب تحت السجادة لا نعود ونعمل إيه ونتكلم على الأخطاء بس لازم وإحنا منتكلم عن الأخطاء ما نتكلمش على الأخطاء بلهجة إيه بلهجة أنت وحشة وبلهجة التكسير لكن نتكلم بإيه هقول لكم الطريقة اللي تخفف العناد أنا كان نفسي أسمع من الكلمة أنا نفسي أسمع الكلمة دي مش أنا نفسي أسمع من الكلمة حلوة أنا نفسي أسمع الكلمة دي تقول لهم أنت يا طيب يعني أننا قلتها لك من كنتش عتعين آه يخلص الحوار كده يبقى إحنا بنتكلم عن الأخطاء نتكلم عنها كأننا أنا محتاج لده ساعتها العناد يروح آخر حاجة وسأدس حاجة أن احنا نروح لخبير ونجرب الحلول اللي هو بيقول لنا وعلى فكرة وما فيش مانع أن احنا نجرب مرة واثنين وثلاثة لغاية ما نوصل هو ده معنى بشكل صحيح اللي احنا ممكن من خلاله نصل إلى الحل الست الإجراءات دول محتاجين نقعد شوية كده ونقول لنفسنا كلام مهم العناد والبعاد ولا الراحة والإسعاد لو ريحتها ولو ريحتي الحقيقة أنت بتريحي نفسك وبتفتحي قلبك على باب رضا ربك وإنت لما بتحاول بقدر الإمكان تخليها توقف النار المشتعلة في قلبها أنت بتفتح باب من أبواب الجنة العناد يا سادة أنت ممتعانتش زوجتك أنت ممتعانديش زوجك أنت بتعاندي أبواب السعادة اللي ربنا فتحها عليك وإنت بتغلق على نفسك فضل ونعمة ربنا هدوا بالكو قولوا كلام حلو وهدوا وأجلوا الكلام وجربوا واسألوا الخبرة وعلى فكرة لما تسأل الخبير ما تسأل السوشيال ميديا اسأل خبير اسأل حد بيحبك عشان يقولك إيه المفتاح اللي ممكن تستخدمه فيفك العناد وأهم مفتاح إن لما حد يرمي كلة اللهب سبعة وما تدخلهاش في قلبك ما حدش عايز يحرق قلب التاني كل واحد فينا عايز يسمع كلمة حلوة من التاني لو حطيت مكان كلمة العناد كلمة حب كلمة لطف كلمة تطيب خاطر ولا يبقى في عناد ولا يحزنون وساعتها يبقى الجميع يفرحون يا رب فرحنا وخلينا من الحكمة ومن الرشاد إن احنا نطيب خواطر بعض فيزول العناد يا سادة احنا معنا صفحتنا صفحت بلنامج ولا تعسروا اللي بتنقع عليها اسئلتكم وتبقى جسر موصول بنا على الدوام ونفضل دايما بنسمع اسئلتكم ونسعد بيها ونفرح ومعنا اول سؤال السيدة محسام السيدة محسام اول سؤال السيدة محسام لسه معنا ولا تكلمنا تاني طيب السيدة محسام تحاول تكلمنا مرة تاني يا سادة لازم ببساطة خالص نعرف إن العناد مش دليل قوة العناد دليل ضعف العناد دليل وجع العناد بيزود بنزود الألم العناد ما بيخففوش حتى لو حصيت بلاحظة كده إن انت انتصرت في المعركة بس انت خسرت حبيبك اكسب حبيبك بإنك انت تقع في عين حضر نظر الله سبحانه وتعالى وقول للناس يحسن قالوا لي إزاي انت بتقول كلام حلو قلت له لإن الجميل ينظر إليه عايز تحس إن ربنا نظر إليك اكسر حدة العناد بكلمة حلوة نعم معايا السيدة أسماء السيدة أسماء اتفضلي السلام عليكم يا شيخ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ازاي حضرتك فضل ونعمة الحمد لله لو سمحت يا شيخ عمر أنا جوجي مسافر طيب فبعدين هو ما بيجي ليش أو بيجي يعني ما بيجيش للولاد ولنا غير شهر واحد في السنة طيب يبقى عندنا 11 شهر بعيد 11 شهر بعيد شهر واحد بس اللي عندنا في السنة 30 يوم وأقل كمية طيب وإحنا رضيين إحنا رضيين والله يا شيخ وبنقول علشان لا باين 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 أنتوا رضيين رضيين ليه وليه رضيين من غير المسائل إذا كاننا محتاجين تغيير نعم ما مش إحنا بنقول مثلا عشان ظروفه وإن هو مش أحسن حاجة يعني هو على قد ما بيحكينا طيب فدلوقتي هو كان ليه أخ يعني ماشي ومش كويس بيعمل حاجات مش كويسة تمام كتيرة جدا ويوعى في المحنة وهو مسؤول يخرجوا منها ماشي مرة واثنين وثلاثة وعشرة ماشي انت عارف مجرد مكالمة التليفون والله يا شيخ عمر إحنا بنتحايل عشان يكلمها طيب بص يا بص يا سماء يعني أنت بتقولي إن إيه أخو بيستهلكوا في الأخطاء اللي بيقع فيها وقالوا مستهلكينه جدا وإن جيت أنا أتكلم ببقى مش كويسة عندهم وبيحرضوا علي وعلى بيته وعلى أولاده طب أنا دلوقتي يا شيخ مش أبسط حقوقي بقى لي دلوقتي 8 سنين زوجة مش أبسط حقوقي يبقى لي بيت أعيش فيه أنا أولادي حاضر إيه أنت بتسألي بقى عال تعملي إيه ولا أكلمه كلمة عشان أعمل إيه يا شيخ أعمل إيه عشان أرتاح بيدي صدري من كلامه لما باقي أكلمه وبحس إنه غير مهتم بي وعنده لا مبالاة بكل كلامي وكل نصايحي أنا والله يا شيخ مش عايزاي بيحهم ولا يسيبهم والله العظيم وربنا ساهد علي أنا بس عايزاي يدينا شوية اهتمام من كل حاجة ماديا ومجتمعيا إحنا رحنا هلكت إحنا رحنا هلكت من انتظاره ومع كده إن ما فيش منه اهتمام حتى بتليفونه حاضر أنا أكلمه أنا أكلمه أستاذ أسمان بص يا سيدي أنا يا سيدي ما حدش هيمنعك خالص من إنك تبر أهلك بس حضرتك بإذن الله أول ما تسأل عنه هو الست اللي بتكلمني دي أول ما يسأل عنه العبد ما استرعاه الله فأول حدا يتسيل عنه عن الست اللي هي موجوعة دي أنت بفكرتش في الأيام اللي هي بتبقى فيها خايفة بتعمل إيه فإزاي ما بتتصلش بيها اتصالك ده هيدفيها لتاني يوم أنت لو عايز رأيي أنا لا أجيزه لأحد إن يسافر إلا وهو يتصل بأهله بشكل دوري يحتاجونه هم لينفق دو ساعة من ساعته فأنت عليك إن أنت تتواصل معهم يوميا عشان يتدفوا أو بمقدار ما يحتاجون عشان يتدفوا عشان يعيشوا في أمانك يا أخي عارفين إحنا بنعاني من إيه إن اللي بيسافر وبيتغرب وبيحصل حاجة اسمها أزمات الغربة من أزمات الغربة ما يسمى بفراغ دور الأب فيبقى فيه حتة كده بردة في البيت اسمها إيه دور الأب ييجي بعد ما هو يرجع بقى يحاول مع الزوجة خلاص أيما بدور الأب والأم ييجي هو يصارع الأم ويكسرها عشان ياخد دور الأب أنا يا سيدي بقولك عشان أنت ما تتوجعش بعد كده اوعى تفخد دور الأب مع ما بعد إذا فردت عليك الغربة وأنا مش شايف أن الغربة لازم تتفرد على أي حد إذا فردت عليك يا سيدي خلاص عليك إن أنت ما تضيعش أهلك لأن من أعظم الإسم أن يضيع الرجل من يعود وده شكل من أشكال أن تضيع من يعود العمر الثاني اوعوا يا سادة أبداً في أي معاملة وفي أي علاقة أن أنت تعتبر أن أنت هيزيد ثوابك لما تعمل طاعة فتفسد إيه؟ فتفسد حق أوعى تعمل الطعفة تعمل بر الوالدين وتفسد حق زوجتك وأهلك وأولادك الشرعي ما طلبش منك أبداً أبداً أن أنت تكون والعاذ بالله ظالم لأهلك لينفخ ذو ساعة من ساعتك ساعتك دي أول حاجة بيتوجه أهلها ساعتك بأهل بيتك أخوك أخوك اللي هو بيقوم بدور البير اللي هو بيمتصك ده أحد أشكال علاجه أن أنت تتوقف عن المساعدة إذا كان التوقف عن المساعدة ده سيصلح حاله فأنت لازم تروح لحد رشيد فنصحتي في ملف أهلك أن أنت تقعد مع حد خبير في إدارة أزمة استهلاك الأقارب للشخص في ناس عارفين إزاي يديروا ده لأن في ناس أنا أعرف ناس كتيرة ضاعوا وضعت علاقتهم وممحوا عشان يفضلوا هم محافظين على أن هم أيمين بدور حامل حما آه وضع البيت لا أنت مش من حقك أن أنت تضيع بيتك وأولادك من حقك أن أنت تقعد مع زوجتك وتقعد وتتفق مع بعض إزاي تحافظ على الاتزان والست بتقولك أن هي ما تقدرش تمنعك من بر الوالدين لكن هي ممكن تتوجع من الاستهلاك آه ممكن تكون مستهلك آه وهل الاستهلاك ده جائز شرعاً لا يجوز أن يترك الإنسان نفسه لإنسان نفسه لا استهلاك الآخرين لا جوز لأنه من باب إضاعة المال لأن كده أنت كمان بتتعاون معه على الإسم والعدوان أنت كده لما بتقف جنبه هيعمل أخطاء مرة واتنين وعشر وعشرين لكن أنت لو تقف جنبه وقف بس ما تضيعش بيتك إن لأهلك عليك حقاً في حق لأهلك فلازم تقوم بحقك فاتق الله سبحانه وتعالى واحد كده وصلي الركعتين هتجد في نفسك همة أن أنت تقعد مع زوجتك وتتفقه لأن دوتل عيبرئك من أن أنت تكون وقعت في ظلمها أو ظلم أولادك أستاذ مجدي تفضل السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا دكتور أهلا وسهلا أستاذ مجدي إزاي حضرتك الحمد لله نعمة وفضل أنا أسأل حضرتك تفضل اللي مخلف ألضع بنات ومعلمهم و يكونوا حجاباً إن شاء الله له من النار إن شاء الله له إيه يكونوا حجاباً له من النار إن شاء الله آه آه يا دكتور أنا الوقت الضيئة أعمل إيه أنا كنت الأول الأمور المتيفسرة آه طيب أقول لك أقول لك ثلاث حاجات حجمك دي يساعدوك يساعدوك على فك دي أول حاجة حجمك دي إن أنت لازم تبص أنت قادر توسع توسع مورتك إزاي قادر تشتغل معك إرشين تعمل بيهم حاجة تدري عليك ربح معك حاجة تروح تشتري بيها حاجة وتدري عليك مال ده أمر مهم جداً اللي هو مسألة إيه إدارة المال وأنا عايز أقول لكم إن إدارة المال أصعب كتير من اكتساب المال ويمكن في كتير من الأحيين أنا بشوف الناس فشلها مش في إنها تكتسب المال فشلها في إنها تدير المال فأنت حجمك دي مهم جداً 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 تشوف أنت تقدر توسع مورتك إزاي وإزاي تقدر تديرها دي أول حاجة تاني حاجة لازم تفكر مع أولادك مع أسرتك إزاي تديروا المرحلة دي وتخليهم مشاركين ليك ما تعملش الكلام ده من نفسك كده لوحدك لازم يكونوا هم مشاركين ليك لإن ده بيخفف الضغط على الكل لإن ساعتها يادوا الله فوق الجماعة ويادوا الله مع الجماعة ويتعاونوا على البر واتقوا فاكتامعوا مع بعض آخر حاجة أنت في الديئة اللي زي دي محتاج تدعو الله سبحانه وتعالى بما يورد عليك اللطف ويا سلام لو قلت يا لطيف 129 مرة كل يوم كل ده إن شاء الله يكون باب من أبواب إن ربنا سبحانه وتعالى يوسر وإن شاء الله يفك الكرب ويوسع عليك حاجة مجدي أستاذة داليا من اسكندرية تفضل أيها إزاي حضرتك يا شيخ نعمة وفضل الحمد لله دلوقتي يا شيخ أنا كنت عايز أصار حضرتك سؤال تفضل دلوقتي أنا وجوذي يعني أغذين بعضا عن حب نعم بس هو بيحب إن أنا اهتمني به جدا وأنا باهتمني به فعلا بس هو مثلا بيبقى طريع من الشغل فمضغوط بيبقى عايزني أكلمه بس هو سكت دايما سكت مش بيتكلم زي ما حضرتك قلت كده مش بيقول كلام حلو خالص دايما محبتني وإيبقى مشكلة إيبقى مشكلة كده ليه عملك كده ليه وإيبقى مشكلة كمان حتى لو بصغط الهضار بس الكلام ده بيضيقني طي وإيبقى مشكلة أستاذ داليا كمان لو كان متجاوز حد هو بيشعر إن هو نجم ومميز فإيبقى محتاج دايما إن هو إيه يتشحن ويتقالوا كلام حلو كتير صح أيوة أيوة والله العظيم يعني أنا على طول بديله كلام كويس بس هو دايما إحباط بقى حتى قدام أهل قدام الناس بيكتسني مع إنهم دايما يقولوا لي لا أنت مش كده بس بيبرروا يعني المواقف هقول لحضرتك هو قد يكون في الحقيقة أنت عايزة تعرف تفسير ده إيه ولا عايزة تتعامل معه ده إزاي أتعامل معه إزاي وفي حاجة تانية حياة ده بحق جد معجة مش خروف عايزة عرف ده برضو صح ولا غلو حاضر يا سيتي أجاوبة لحضرتك أول حاجة أنت دلوقتي أنا بخلي بخلي بالكم يا سادة إن بعض الأزواج بيستخدموا حاجة كده أداة سيئة جدا هو متصور إن الزوجته اللي هو انتقاها وإن هي شخص متقلق وشخص مستقل وشخص لما بيقعد في مكان الناس بتوعجب به بيبقى الحل إن هو يكسره عشان ما يتمرعش عليه أقسم برب العزة دي أسوأ طريقة لإصابة الإنسان بالفتنة لإن أنت وبتعمل كده إيه اللي حاصل بتكون عوناً للشيطان عليها ما تعملوش كده هتقول أنا خايف تتمرع ما تتمرع في حديث المزارع فبجحني حتى تبجحت يعني لما تتدلع وتتدلع عليك إنت كده في الحقيقة إنت بتعمل حاجة تحافظ عليها ليه كده؟ لإن إذا إنت استمرت في الطريقة دي في التعامل أنا آسف يعني إنت بتعرض حد للخطر فأنا نصحتي أركوكم لا تحرموا من يحتاج إلى كلمة حلوة من نفس قلبه الكلمة الحلوة لبعض الناس هو نفس القلب فنفسوا قلوب أحبابكم عشان يفضل بينبط بحبك أنت بش تخسر حاجة لما تقولها كلمة حلوة أنت أكيد واسق أن ربنا مش هيدلك على حاجة إلا هو في آخيرك وقولوا للناس حسنة فربنا بيقولك قل لها كلام حلو فقل لها كلام حلو عشان إيه؟ عشان تحافظ عليها تحافظ عليها من إيه؟ مش بس من أفكار السودة تحافظ عليها حبيبة فإذا أردت أن تكون أن تظل حبيبا فأشعر من معك بأن الكلام الحلو إنما يدخر له فقط حسسوا أن الكلام الحلو ليه هو وبس سعيدها يفضل متمسك بيك لأنه هو بيتغزى قلبه على كلامك وده شيء مهم جدا لازم تكون أنت عارفه لأن أنت لو ما كنتش أخذ بالك من ده هتبقى فيه مشكلة نعم أستاذ محمد من القاهرة أيها حديد تفضل يا سيدي أيها أيها جيك يا عمر طب سيدي محمد ممكن بس بعد إذن حضرتك ممكن نوطي التلفزيون وأسمعني من التلفون وطي التلفزيون يا ماما سامعك يا حجم محمد تفضل يا سيدي يا شيخ عمر تفضل يا سيدي أزيك يا عم أنا عندي جمع سنتين ودي التلفزيون ومال التلس سنين مش عاد فتفضل بيك طيب حاضر أنت عندك إيه سلامات عليك سلامات أنا سامعك ربنا يجمع لك بين تمام الأجر والعافية وعد عيلك أنا والسادة مشاهدين ربنا سبحانه وتعالى يحافظ عليك ويجمع لك بين تمام الأجر والعافية يا رب سلام عليك سلام عليك عليك السعيكات تفضل يا حج على رأس ما معلش هو بس عشان تعبان ونفسيته فهو عايز يسأل على الودوق هو ساعات بيتوضى وغزب عنه مسلا ما يعمل دور فهو مش عارف يتكلم عشان بيعاير طيب لا طيب عشان خطر طيب وخطره وقولوله معلش طيب قوليلي طيب هو عايز يسأل عن إيه في الودوق عشان بس أتسأل إيه عشان أيوة أيوة أتسأل بقى قول قول بقى خلاص في الكنترول هيدو لك تلفوني وفوق دماغي من فوق يا حج محمد ولا يهمك ولا تشيل هم والدنيا كلها إن شاء الله تبقى خير وسلام عليك وعلى من تحب إن شاء الله بالنسبة لأستاذ داليا أنا افتكرت هي قالت إن كمان إن هي كان كمان حماها طبعا هي شائلة في قلبها إن حماها هو اللي دبح العقيقة مش جوزها لإن هي عايزة كلام حلو فآية جوز إن النعجة اللي هو دبحها تكون في العقيقة وإن شاء الله ربنا سبحانه وتعالى يجعل ده حفظا وسلاما وبركة على أولادكم حاج محمد منتظر اتصالك وإن شاء الله ولا تشيل هم الدنيا إن شاء الله كلها يسر وجمال مدام الدنيا دي والحياة دي مخلوقة بمن يملكه كل الجمال وكل الجلال وكل الإفضال والإنعام سبحانه وتعالى ما تقلقاش حاج محمد كله هيبقى خير إن شاء الله يا سادة أذكركم الكلام الحلو ما يتقطعش من بيوتنا وبلاش عناد لأن العناد ما بيوصلش حد لأي شيء بيوصل الناس فقط إلى انسداد الأبواب وامتلاء النفوس الكلام الحلو يفتح كل باب إن شاء الله ربنا ينهمنا الصواب والرشاد ويجعل الكلمة الحلوة تحل قلوبنا قبل ما تحل قلوب أحبابنا لما يسمعوها يا رب وفقنا وجعلنا دايما من أهل السادة ومن أهل الرشاد ومن أهل شهد الكلام اللي فيه بنمشي ولا حبيب الملك العلام حرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم يا رب يجعلنا دايما نحل حياة أحبابنا بأن احنا نكون من أهل أن احنا نكون سهلين ملينين ونفتح عليهم أبواب رحمة رب العالمين وفقنا وهدنا يا أكرم الأكرمين اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة